موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم الكاتب والصحفي الإيراني الأستاذ مصيب نعيمي أهلا وسهلا بك أستاذ الرعي في دمشق يلاقي ليازجي وهواجس المسيحيين الخطيب عدم تجاوب النظام السوري مع مبادرة الحوار رسالة سلبية جدا والخطيب يقول أيضا عدا عن عدم تجاوب النظام السوري مع مبادرة الحوار هناك رسالة سلبية التوتر السياسي تصاعد في تونس واليمن يستدعي سفير إيران بسبب سفينة الأسلحة روسيا تقول إن فرنسا تقاتل في مالي وأوباما سيقترح تخفيضا كبيرا في الترسانة النووية الأمريكية إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نستهيلها مع صحيفة القدس العربي التي جاء فيها انهيار الائتلاف الحاكم بتونس وأنباء عن انقسام النهضة مشادات واشتباكات بين السكان ومقاتلين من جبهة النصرى شمال غرب سوريا فتح وحماس تعودان لتبادل الاتهامات حول تعطيل المصالحة بعد فشل اجتماع القاهرة وفي هذه الصحيفة تقرؤون أيضا شبح العنف والفوضى يخيم على الذكرى الثانية لتنحية مبارك ننتقل الآن إلى صحيفة الوطن السورية التي جاء فيها أيضا اليازجي يشدد في حفل تنصيبه على الحوار والمقداد يطالب بالعودة إلى الوحدة الوطنية صالح للوطن المعارضة حقيقة وهناك صوت معتدل يعلو في صفوفها وفي هذه الصحيفة السورية أيضا الإبراهيم في القاهرة يبحث مبادرة الخطيب والائتلاف يروج لأخرى لا تتضمن التنحي بعد فشلهم في اختراق العاصمة يستهدفون أمنها بتفجيرات إرهابية وقذائف الهون من هذه الصحيفة السورية ننتقل الآن إلى صحيفة السفير اللبنانية التي جاء فيها الراعي في دمشق يلاقي اليازجي وهواجس المسيحيين تقرؤون في هذه الصحيفة عن عرسال والكابوس المفتوح وأيضا تونس التوتر السياسي يتصاعد وأخيرا الإبراهيم للخطيب تمسك بمبادرتك ونبقى مع الصحف اللبنانية لننتقل إلى صحيفة الأنوار التي جاء فيها أيضا مبادرة من كتلة المستقبل لمعالجة قضية عرسال تظاهرات ضد مرسي في القاهرة اليوم ودعوة إلى عصيان مدني المعارضة السورية المحادثات في المنطقة المحررة وننتقل إلى صحيفة العرب اليوم الأردنية وفي هذه الصحيفة تقرؤون الملك يضع العملية السياسية بعهدة البرلمان والحكومة إسرائيل تقر بناء 346 مسكنا استيطانيا في الضفة ننتقل من هذه الصحيفة الأردنية إلى صحيفة الجمهورية المصرية التي عنونت بدورها دعوات للعصيان المدني ومجمع التحرير مغلق بأمر الثوار ترقب وخوف في ذكرى يوم التنحي من هذه الصحيفة المصرية ننتقل إلى صحيفة البلاد الجزائرية التي جاء فيها تأميم مجمع سيدار بـ 200 مليون دولار ومع العنوان الأخير رفض الترخيص للحزب السلفي بعقد مؤتمره التأسسي إذن مشاهدين هذه كانت بعض العنوين عود إليك ضياء شكرا لزميلة ما يرزق على قراءة العنوين أستاذ مصيب أبرز العنوين التي لفتت نظرك في قراءتها وتود التعليق عليها بداية أعتقد الصحفة العربية اليوم كانت تحتم في البداية كما كل يوم هو في الوضع السوري من ثم تنصيب البتريارك بتريارك الأورتودوكس رياضيجي في دمش أولا تنصيب البتريارك السور كان مهم ولكن يكون هذا الهدث في دمشق لها أهمية أخرى مضاعف خاصة في هذا الوضع وخاصة بحضور العديد من الشخصيات المسيحية اللبنانية التي طبعا ذهبت لدمشق وهذا تصورت أنه حدث تعتبر وطبعا رأينا أن الصحف السوري أيضا حاولت أن تأتي نوعا ما أولوية في هذا الخبار وأهمية وخاصة هو أهمية لزيارة الراعي طبعا لزيارة الراعي الأحداث الأخرى كمسر طبعا مستمرة الوضع إقرائناها ووضع الخلاف السياسي الموجود هناك وموضوع الاستيطان أيضا كان نقطة مهمة أشار إليها الصحف الأردنية صحف الأردنية هذا أيضا الصور هو تلميح مهم يجب أن نتنبه به يجب أن لا ينسان الوضع السوري والأوضاع الإقليمية ما تقوم به إسرائيل من توصيق نقطة الاستيطان والتي هي هدف لتحويل فلسطين وبالنسبة لتونس يعني العنوين أيضا تركز على تونس وتداعيات اغتيال بلعيد وما يريد الجبال وبدايات الانشقاقات في النهضة هل يمكن اتخاذها كتجربة للحكم الإسلامي أو لوصول الإسلاميين إلى السلطة سواء في تونس أو في مصر لا يمكن أعتبار هذا تجربة إسلامية لأن كما نعرف هناك طبعا مجموعات إسلامية وصلت للحكم ولكن لم يكن لديهم قبل ذلك أجندة حسب التصوري لبناء حكومة يعني هم ثوريين وصلوا إلى الدولة ثورة نقلوا إلى الدولة يجب أن يتغير بكل معالم هي يكون له تحذير أعتقد أنه لم تكن هناك تحذير ولكن في مصر كانوا يشاركون في مجلس النواب ولو تحت مصميات مستقلة كانوا هناك ولديهم برامج والدليل أنهم أكثرهم تنظيما واستطاعوا الوصول إلى السلطة فضور في المجلس النيابي في أي بلد كمعارض تختلف أن تضع أنت أسس للدولة أن هناك بناء الدولة وأسلوب الدولة تختلف وخاصة المجتمع المصري المتنفع والكبير والمهم والتي لا يمكن أن تسيطر عليه برؤية واحدة هناك المصريون يقولون أن أكثريتهم غالبيتهم مسلمون ولكن لا يحتاجون إلى أن يعلموا محدد الدين هذا هو أسلوب الحكم الإسلامي هم مؤمنون ومسلمون ومتدينون وممارسون لتقوص الدين ولكن ليسوا بحاجة إلى حكم إسلامي أسلوب لم يكن أسلوب جيد وإلا هم طبعا الدول الإسلامية كل المسلمين منتمين للإسلام والمسيين منتمين المسعية ولكن أنه هو واحد يفرض عليهم إسلام جديد أو بصهية جديدة أو دين جديد فهو غير مقبول ستكون فأسلوب أعتقد أنه كان أسلوب نوعا ما خاطئ إلى حد كبير إلى حد ما غابت احتفال إيران بذكرى ثورة عن صفحات جرائد عنوين الصفحات الأولى ولكن طبعا في الصفحات الداخلية موجودة التغطية وكلمة الرئيس نجاد إلى مو ولكن على الصفحة الأولى هناك غياب على كل حسابة لا تحدث عن هذا الموضوع في تفضل في موضوع الإيراني أعتقد هنا حدث طبعا برأي البعض تكرر ولكن أعتقد أن بعد 34 آمن من إنجاز الثورة واستمراريتها وصلابتها وبعض الإنجازات ومواجهاتها مع الغرب أعتقد أن هذا يعني يعتبر أنه إنجازا مهما أساسيا لأن كثير من الثورات أو غيرت وجوهها أو غيرت مبادئها أو أصلا يعني انتقلت إلى مرحلة لمرحلة هو ليس اسمه ثورة فالثورة الإسلامية في إيران أتصور بما أنجز من استقلالية في الرأي والفكر والتحدي لكثير من الأمور التي كانت تريد أن تفرض عليها أعتقد أنها ثورة يمكن يمكن أن تشهد إيران ثورة على ثورة كما يحصل حاليا هناك من قد تتطور الأحداث أو قد تشهد ربيعا آخر لا لا قد تكون هناك في خلفات داخل إيران موجود وهذا الخلفات تنزج منافسة قوية خاصة في الانتخابات وهذا عمر مطلوب أيضا من قبل النظام ومن قبل الذين يعولون على النظام ولكن أن تكون هناك تغييرا لا هناك البديل لا يوجد البديل الأفضل هي المعارضة البديل المعارضة ماذا لديها المعارضة معارضة يقول أنه يريد بعض الإسلخات بعض الطائنات وهذا عمر مطلوب من الجميع وهذا يوميا يطالب به وهناك عمل في هذا المجال هناك التنمية التي تريد المعارضة مثلا تريد التنمية نعم يعني ليس هناك شيئا جديدا عند المعارضة ربما السياسات الخارجية لإيران يعني هي التي تدفع المعارضة إلى هذا الموقف يعني لماذا إيران ستتحمل عن العرب بديل السياسات الخارجية يعني هو طبعا بدأ واضحا يعني إيران الآن تعرف كل إيراني أنا بأعتقدين أو أكثرين الإيرانيين يعرفون ماذا موجود وراء الأقلية الغربية أنه إذا تنازلت أنت اليوم يجب أن تتنازل يوما بعد يوم وهذا طبعا تجربتنا مع الإيران وعشنا تجربة قبل الثورة كيفية التحكم أو السلطة الغربية على القرار الإيراني والتي لن تحقق لا أمنا ولا استقرارا ولا رفاهية فلذلك لا يجب هناك بديل عندما يكون هناك خطر عندما يكون هناك بديل أفضل فالدستور الإيراني هو دستور ديمقراطي إذا كان البعض أخطأوا في كيفية تنفيذ الدفتور هذا يقود إلى الأفراد وليس إلى الدستور هناك دستور تنتمي يعني تعطم ربما الأفراد تختل دائما يعني هناك أصبح تكريسا الأقاعد الأكثرية هو الأقاعدة طبعا تعرف إيران بلد تنتمي إلى الإسلام ولا يمكن أن تتفرزها وتعطيها مثلا نموذجا غربيا وفي نفس الوقت هناك نموذج ديمقراطية هناك فيه انتخابات بلدية ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وهذاك حتى انتخابات لمجلس الخبراء الذي تعتبر هو الذي يعين مثلا قائد الثورة فلذلك على الأموم هناك نمت الموجود هناك ديمقراطي نحتاج إلى نضج وتحول إلى مرحلة أنه نمارس الديمقراطية بين بعضنا البعض إذا فقدنا هناك فيه تقصير هو تقصير في كيفية التنفيذ باعتقادي وليس في الدستور الذي أعتقد أنه هو أفضل الدستور الموجودة على الأقل في مستوى المنطقة نعم ننتقل إلى الحدث بالعربي صالحي هناك صوت معتدل يعلو في المعارضة العربي والإبراهيبي يرتبان للقاء بين الخطيب والشرع إلى الحدث والتفاصيل الوطن السورية صالحي هناك صوت معتدل يعلو في المعارضة لفت وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى أن إيران تفرق بين المعارضة الحقيقية والمرتزقة غير السوريين ممن يحملون السلاح وجاءوا لخدمة ملفات خارجية معينة وفي حديث للصحيفة أوضح أنه بات هناك الآن صوت معتدل يعلو في المعارضة صوت عقلاني يتجه للحكمة ويريد حل المشكلة السورية فإذا كان أحد قد راهن أو تصور سقوط الحكومة السورية فهذا تصور خاطئ والأيام أثبتت ذلك وفي الوقت نفسه فإن المعارضة أيضا حقيقة موجودة لا نستطيع إنكارها وبدأ التنظر للأمور والتطورات بشكل واقعي الشرق الأوسط العربي والإبراهيمي يرتبان للقاء بين الخطيب والشرع كشفت مصادر من المعارضة السورية وأخرى في الجامعة العربية أن الإبراهيمي يسعى لإقناع رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب بالحوار مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع رغم تعثر مبادرة الخطيب بدوره عضو المجلس والائتلاف هشام مروى أكد نهاية المبادرة أمس قائلا إن مبادرة الخطيب باتت بحكم المنتهية بعدما رفض النظام الاستجابة لشروط رئيس الائتلاف السفير مصطفى اللباد زيارة نجاد تكشف السياسة المصرية كشفت زيارة الرئيس الإيراني إلى القاهرة ثلاثة أوجه أساسية للقصور أولها يتعلق بالشفافية في أيام مبارك سيطر الأمن والرئاسة على ملف العلاقات مع إيران فمن يصنع قرار السياسة الخارجية المصرية الآن سؤال يظل برسم الإجابة خصوصا أن مستشار الرئيس للشؤون الخارجية هو المسؤول السابق للعلاقات الخارجية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الوجه الثاني للقصور يتعلق بالأجندة المصرية والتساؤل بشأن تعريف الإدارة الحالية للمصالح الوطنية المصرية أما الوجه الثالث فيتعلق بالسياق لأن تحسن العلاقات مع إيران وكبه تدهور العلاقات بين الإمارات والإخوان المسلمين وبالتالي يبدو التقارب مع إيران وكأنه استبدال لعلاقات مصر الخليجية بعلاقات مع إيران مصر لا تحتاج إلى إذن من أحد لترفع مستوى علاقاتها مع إيران لكن العلاقات يجب أن تكون إضافة لرصيد مصر في المنطقة أستاذ مصيب نبدأ من حديث أو من كلام صالحي الذي اعتبر أن صوتا معتدلا بدأ يخرج من المعارضة السورية ولكن في هذا الوقت أو في المقابل هناك رفض من قبل دمشق للتحاور بهذه الشروط أو بالشروط التي تفرضها المعارضة أو بمبادرة الخطيب يعني كيف تفثر هذا التناقض بين كلام صالحي وقيادة في دمشق أعتقد أن أزمة السورية دخلت مرحلة جديدة وهي خلق قناءة حتى لدي المعارضة طبعا لاحن نسميه هناك معارضة كدول يعني مثل المعسكر الأمريكي الأوروبي التركي السعودي القطري المعروف تقريبا ومن يدعمهم يتحدث عن كل هؤلاء هم وصلوا إلى قناة أن الأسلوب والاستراتيجية التي بدأت برؤية من داود أغلو في البداية أن خلال ثلاثة أشهر قد تغير يمكن تغيير الحكومة واستلاء على سوريا قد باتت فاشلة معروفة وواضحة ولكن هذا أتصور طبعا هذا الأمر أيضا يعكس على المعارضة التي تدأمها هذه الدول يعني رغم اختلافاتها في الاستراتيجية في التكتيك في الإيديولوجية هناك في معارضة كما نعرف من العلمانيين إلى السلفيين إلى السلفيين إلى التكتيريين حتى السلفيين بتنوؤ أحوالها موجودين هناك النقطة المهمة الآن أن هناك قناعة وصلت إليها الجميع ولكن كيفية الخروج من هذا المأزق أو من هذا الحالة لأنه لا يمكن لأي دولة أن يغير خلال 24 ساعة موقفها وأنها خسرت كل الرحان فلذلك هناك محاولة للسيناريو أتصور أن محاولة للسيناريو ماذا؟ أي سيناريو؟ سيناريو يحافظ مع الواجه من خلال الخطيب؟ من خلال مبادرة مع هذا الخطيب؟ طبعا لا الآن قصتي أن أصل إلى موضوع الموقف الذي أعلنه نعم صالحي وزير صالحي وزير صالحي عندما يقول هذا أنه يحدئ برأيي الأجواء حتى الذين كانوا في موقف معين وعلى الآن أعادوا عن موقفهم لا يخسرون الوضع تماما يعني لا يمكن لأي طرف أن يكون موقفه متشدد إلى 24 ساعة يرجع إلى معتدل وأيضا مصالح فإن هذا الحالة ستكون أيضا بالنسبة للسوريين بالنسبة للحكومة السورية أيضا الوضع صاري يعني هو مقتنم أنه يجب أن يكون هناك حال سلمي وأذا كان بداية ولكن الآن ترى بأن هناك خسائر فاضحة أرواح ضاحت يعني دمار كبير وحصلت لا يمكن لها أن تقبل بمعارضة أن تأخذ تقطيع الحصص قبل أن يكون ضمن الشروط التي تقاسب الحصص لا هذا الحالة التي وصلنا عليه ممكن أن نلخصها بأن القناة أنه حل سلمي هو الحل الوهيد موجود ولكن كيفين الوصول إلى الحل حل أبرى يعني وقفة لاق النار والذي هو مقلوب من قبل الجميع يعني وهذا وقفة لاق النار لا يمكن أن تحقق سلاما خلال 24 ساعة يحتاج إلى بعض الوقت حتى تمر الأمور مراحل فيما بعد وقفة لاق النار هو موضع النقاش الذي الآن هو يتراوت بين كل المباحثات التي كانت مع المعارضة أو مع الدول وحناك فيه رؤى مختلفة في هذا المجال أنه يشترط منذ البداية أنه بعد وقفة لاق النار يكون مرحلة هدوء وفيما بعد تحذير الانتخابات يكون إشراف دولي عليه وما شابه ذلك ولكن على الأموم هذا ينظر بأن هناك أصوات قد تغيرت ولكن هذا الاختلاف بين ما تطرحه طهران وبين ما تطرحه أو تطالبه دمشق وطبعا إيران طهران ترى بأن أي اتفاق يجب أن يأخذ بأين الأتفاق يكون هناك في نوع من القناعة تخلق قناعة بين الجميع يعني بين المعارضة وبين العكومة السورية طبعا كل الخطوات إيران كانت بمشاورة العكومة السورية وإذا كانت هناك نوعا من الاختلاف الرأي كان ناقشت الأمور حتى وصلت إلى نتيجة واحدة يعني ليس هناك لإيران شيء تفرضها على سوريا لأن في النهاية إيران تعتقد ويجب أن تكون كذلك أن الأمر هو موضوع داخلي سوري يحتاج إلى مصاعدة خارجية فهو من المطلوب حرصا لوحدة سوريا ولمستقبل سوريا التي هو تعتبر دعما للمقاومة ولخط المقاومة الذي تعتبر إيران هو السلاتيجية الأساسية في المنطقة نعم سوف نتابع الحديث عن الدور الإيراني وعن الأزمة السورية ولكن من خلال الحدث بالأجنبي في الواشنطن بوست ميليشيات لحزب الله وإيران في سوريا بهدف إذن بهدف الحفاظ على النظام السوري في حال سقوطه إلى الحدث بالأجنبي والتفاصيل واشنطن بوست ميليشيات لإيران وحزب الله في سوريا تقوم إيران وحزب الله بتشكيل ميليشيات في سوريا للحفاظ على مصالحهما في حال سقوط نظام الرئيس الأسد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال للصحيفة إن عدد أفراد هذه الميليشيات يصل إلى خمسين ألفا ما يجعلها عملية ضخمة والهدف الإيراني المباشر هو دعم النظام السوري لكن ما يهم طهران هو إقامة قوة داخل سوريا يمكن الوثوق فيها والاعتماد عليها إذا تفتتت سوريا إثنيا ومذهبيا مسؤول عربي أشار إلى مسارين في استراتيجية إيران دعم الأسد حتى النخاع والاستعداد لأي ضربة إذا انهار نظامه مسؤولون عرب أمريكيون قالوا إن المصلحة الإيرانية تفسر لماذا تستمر طهران المنهكة اقتصاديا في دعم مجموعات مثل الجيش الشعبي ووصف مساعد وزير المالية ديفيد كوهن هذا الجيش بأنه شركة بين إيران وحزب الله وإيران تزودها دوريا بملايين الدولارات المشكلة في سوريا ليست النقصة في الأسلحة قال البيت الأبيض وإنما في وصول هذه الأسلحة إلى الأيد الخاطئة ما يعرض حلفاءنا للخطر لكن عبر الإحجام عن القيام بأي شيء ضمن أوباما أن يحصل المتمردون على أسلحة من قطر والسعودية والإمارات التي لا تمانع في تسليح السلفيين السنة هو درس تعلمه أوباما عبر القيادة من الخلف في ليبيا لكن العلا في سوريا أننا لا نقود على الإطلاق كان لنصر سريع للمتمردين مدعوم من واشنطن أن يقطع الطريقة على الأسلحة الإيرانية إلى سوريا وحزب الله لكن أوباما أطال أمد الحرب في سوريا وساهم زيادة الإضراب في المنطقة ومنح إيران هدية استراتيجية إذن أستاذ مصيب الجيش الشعبي السوري الذي يدافع عن الدولة هو شركة ما بين حزب الله وإيران يعني يجب أن نكون واقعين نحن نعيش في هذا المنطقة وليس في السماء نحن نعرف سوريا نعرف لبنان نعرف إيران نعرف المنطقة برمتها نعرف نفوسها نعرف مدى قدرتها إذن أظرنا بشكل طبيعي وعادي الجيش السوري كان جيشا قويا تملك أكثر من 450 ألف مقاتل أو كادر إضافة إلى يعني ما يعرف بالذخيرة أو الاحتياط يعني عدل احتياطها يتواصل بين 900 ومليون كما يقال طيب بالتحذل وبالنسبة للأسلحة أيضا كانت هناك تحذير من مرحلة أحد رئيس الأساد لحد الآن تحذير لمواجهة شاملة مع إسرائيل يعني لا يحتاج إلى أسلحة يعني التي تحتاج إحيانا يعني تستفيد منها في المعارك الداخلية فلذلك ولم نرى أبدا أي قتيل بين ضحايا العسكريين السوريين من أجانب فيما رأينا في الجهة المقابلة هناك العديد أسروا أو قتلوا وهذا يعني أن طرف الآخر أول المعارضة كانت تأتي تقصد من جنسيات غير سورية إسلامية وعربية طبعا طبعا وهذا كان معروف فلذلك لا يحتاج إلى الجيش يعني سوريا لا تحتاج إلى كوادر أو أسكر من الخارج حتى استفيدا وخاصة أن لا يمكن أن تقوم بنفس يعني معانية بنفس الإرادة من كان من خارج يعني لا يمكن أن يكون هناك إيراني أو لبناني أو حتى مثلا أوردني أو غير ذلك يعطي لمعارضة الدولة السورية وتحارب كما تحارب الجيش السوري التي تنتمي إلى هذا البلد وهذا الأرض فلذلك هو مقولات لمغالطة أعتقد وكانت وكان لديهم كان دليلا واحدا كان عطوا به المشكلة أن أنهم يريدوا أن يخلقوا أجواء أعلامية وهذا رأيناهم منذ البداية مرة قالوا أن الأسلحة الجديدة مرحلة الآخر قالوا أن أسلحة الجرثمية وما شاء بذلك قد تريد أن تستفيد منها وهذا خطر وروجوا هذه الأمور كل ما هناك المرحلة المرحلة أن أمريكا مكبلة ما قال أن أوباما أتحدية ومعرفة الإيرانيين وهذا شيء غير واقي أوباما كان مكبلة لم يكن بإمكانه تدخل أكثر من ذلك في سوريا لأن هناك طرفا روسيا في مواجهته منعه من تمرير أي قرار دولي هذا الأمور يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إذا أخذنا أنه كان مكبل ليس بإمكاني أكثر من ذلك وصاعد وقرر ورأينا مع أشهرات المرات صمعنا من السيدة كولينتون أنها ستسقط حكومة سوريا خلال أيام ويجب أن يذهب بشراء الأسد وهذا ما تعودنا عليه فلذلك إذا نتذكر العامين الماضيين ما جرى نرى بأن الأمور وصلت إلى مرحلة معقدة جدا بالنسبة المعسكر الغربي وحتى العربي الذي كان مؤتلافا معه فلذلك للخروج من هذه المرحلة يجب أن يكون هناك نوعا من السيناريوهات وهذا أتصور أنه من ضمن السيناريوهات التي يجب أن تكون بداية لمرحلات ما بعد والتي ستأتي حتما ونحن أيضا سوف نتابع الحديث عن هذا الموضوع ولكن بعد فاصل إعلان أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد ولكن قبل أيضا ذهب إلى الصحافة اليمنية وإلى مكتبنا في صنعاء نتابع النقاش بالموضوع الإيراني العربي منذ يومين زار الرئيس أحمد نجاد مصر هناك انتقادات وجهت لهذه الزيارة البعض رحب بها واعتبرها انفتاح على العالم العربي وتحديدا الجهات الإسلامية وهناك من انتقد هذه الزيارة وتسأل لماذا إيران مراهنة إلى هذا الحد على الإخوان المسلمين في العالم العربي ما هذا الرهان الذي تريده إيران هناك نقطتين يجب أن ننظر إليها من زاويتين أولا زيارة كان قمة إيران 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 وأنا من المنتقدين شخصيا لأن يجب أن نرى لماذا أنت تنتقد مثلا مصر مصر في انتقادات انتقاد عليها يعني نحن نحن رؤية إيران استراتيجية أكثر من ذلك وأولا والثاني مصر لازال كان نتوقع منها كثيرا ولم نحصل عليها يعني كان مصر مصر الآن يجب أن يتغير نوعا وشكلا واستراتيجية تحديدا بالعلاق بالعلاق مع إسرائيل مع إسرائيل أبدا لن ننظر شيء هذا المطالب كان منذ البداية مقاطعة الكيان الإسرائيلي ولم ننظر إليه فتح ودعم غزة رأينا في المرحلة الأخيرة لم تكن بهذا المصر والمطلوب هناك كان فيه شكليات بل هناك كان نوعا ما يعني مطالبة من إسرائيل أن تحدع يعني كان بالأكس كذلك بين أيضا مصر الآن هو الآن في سراع بين في سراع بين الثوريين يعني الثورية الأخوانية إذا صح التعبير والدولة المصرية التي يجب أن يكون يفكر فيها أكبر وأعظم يعني لا يفكر لا يمكن أن نحصل هذا بمجموعة أعتبر أنه قزم دور مصر يعني إلى حد ما وصغرهم على كل حال يعني الشكوى من الشكوى من الدور الإيراني ليست فقط في سوريا أو في العلاقات مع الدول العربية أيضا هناك شكوى كثيرة في تدخلها أو ما يتم الحديث عن تدخلها في اليمن سوف نتابع هذا الموضوع مع الصحف من اليمن نتحدث عنها لمناسبة ذكرى الثانية لثورة اليمنية نذهب إلى مكتب الميادين في صنعاء حيث يقرأ لنا الزميل أحمد عبد الرحمن عنوين الصحف اليمنية الصادرة اليوم تفضل أحمد أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة في عنوين الصحف اليمنية الصادرة هذا الصباح وقد تناولت في مجملها الذكرى الثانية لثورة الشبابية الشعبية إلى جانب التطورات السياسية وأيضا أزبط السفينة الإيرانية الأخيرة والمواجهات مع القاعدة نبدأ من صحيفة المصدر وقد جاء فيها قرار جمهوري يصادق على إلغاء التأشيرات بين اليمن وتركيا إحباط تفجير سيارة مفخخة في مكيراس ونجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال إيقاد الشعلة في عدن وتعز ومهرجان جماهري ضخم اليوم في صلعة عاما على الثورة وننتقل إلى صحيفة مأرب بيريس وقد جاء فيها الوساطة تنهي الحرب في ردع اليمنيون يحتفون بالذكرى الثانية لثورة الشباب السلمية التي يصادف انطلاقها اليوم الشعلة الثانية للتغيير أما في صحيفة اليمن اليوم فقد جاء فيها جرح الأزمة يطردون وزير المالية البرلماني أحمد سيف حاشد علينا استلهام العبر من مصر وإنقاذ اليمن قبل أخوانتها أخوانة الداخلية تبدأ من العاصمة ردا على اتهامها إيران تفرض عقوبات اقتصادية على اليمن وننتقل إلى صحيفة الأولى وقد جاء في صفحتها الأولى النائب العام يوجه بالتحقيق مع قائد القوات الجوية بتهمة الشروعي بالقتل اثنين مليار وخمسمائة واثنين وخمسين مليونا حجم تحويلات باسندوة والوجيه للإصلاح خلال عام واحد أما في صحيفة الشارع فقد جاء في صدر صفحتها الأولى الحاكم العسكري لعمران يلجأ إلى الوحشية لتفريق تظاهر في دوامة الهيكلة مصدر مقترح جديد تبناه السفير الأمريكي يقضي باستبعاد علي محسن وأحمد علي من قيادة الجيش أما في صحيفة الجمهورية الرسمية فقد جاء فيها الجامعة العربية شحنة الأسلحة الإيرانية انتهاك لأمن وسيادة اليمن الحادي عشر من فبراير البحث عن واحة للحلم أما في صحيفة أخبار اليوم فقد جاء في صفحتها الأولى بناء على مشروع بيان مقترح من بريطانيا المجلس يحذر معيقي التسوية ويدعو صالح لمزيد من التعاون شباب الثورة بصنعة يقيدون شعلة فبراير والتنظيمية تعلن عن مسيرة مليونية اليوم بهذا نصل مشاهدين إلى ختام جولتنا في عنوين الصحف اليمنية الصادرة هذا الصباح إلى اللقاء وعودة إلى استوديوهاتنا في بيرون شكرا للزميل أحمد عبد الرحمن من صنعة على عنوين الصحف اليمنية إيران تفرض عقوبات على اليمن ردا على اتهامها في قضية الباخرة يجب كما نظرنا إلى المنطقة بشكل شمولي يجب أن ننظر أيضا على علاقات الإيرانية اليمنية بشكل شمولي كان هناك فترة ماضية علي عبدالله صالح عندما فرض حرب على الهوثيين كان هناك اعتراضا إيرانيا على هذا النوعية لماذا تعترض إيران على هذا الموضوع؟ في حرب داخلية في إيران بين السلطة ربما وبين معارضين ربما هناك حالة القم كان مذهبيا إذا سحبت راح رغم أن كان أخو علي عبدالله صالح كان من ضمن المجموعة ولكن هناك كان مقصود وكأنه يريد حرب شاملة ورأينا أن هناك تدخل صعودي في الموضوع ردا على التدخل الصعودي في الموضوع اعترض عليه ذلك الوقت يعني علي عبدالله صالح وعججها وكأنه هناك حربا إيرانيا ضدها ونعرف أن إيران أولا ليس حدود مباشرة مع اليمن ولا تريد تدخل ولكن طبعا إيران مع نية في المنطقة أن يكون هناك أدم العمل واستمرار العمل سيعود على إيران وهذا أعتقد من حق أي دولة إذا استمرت الوضع بشكل متفاقم وكانت إيران نساحية لم تقت علاقات إيران مع اليمن في أي مرحلة من الزمن وحتى صارت هناك بعد مراحل اتصالات مباشرة وحضور مباشر وتواصل بينهم بين اليمنين ولكن لم تتمكن علي عبدالله صالح من الخروج من القمكم الذي وضعوها الغرب وفيما بعد رأينا أن انقلبت الأمور على نفسه وشاهدنا ثورة ضدها حتى الآن الموضوع الذي الآن أثيرت أنا بأتقادي أيضا لأنه عندما يتحدث الآن هناك لجنة تحقيقات والحديث مع إيران وستفقان أفضل أنه قبل أن تعلن للإعلان وتحدد وكأن إيران الآن أرادت أن تستولي على يمن أن تتحدث مع الإيراني وسوف تبين غدا أنه لم يكن من هذا العام الشيء أن هناك إيران تريد أن تبعث أصلها وكذا كانت تريد كما تعرف في اليمن نعرف جميعا لا يحتاج إرسال أسلحة هناك أموال الذي يمكن يشتري في داخل اليمن أكبر عدم ولكن هناك مسؤول يمني يعني يؤكد أن النشاط الإيراني يتصاعد كثيرا في اليمن ويرفض أن اليمن يرفض هذا النشاط لأنه لا يريد أن يكون ساحة لتصفية حساب إيران مع باقي المنطقة وتحديدا ربما يقصد الشعودية أكثر الدول الأربية أكثرهم بل لم نقول كلهم أكثر الدول الأربية لما إنما يكون هما ضعفاء في إدارة البلاد ويعانون من مشكلة يحاولون يعني نقل هذا المشكلة إلى الخارج حتى يبرروا وإلا ما هي مصلحة إيران أن تتدخل في اليمن طبعا إيران كما قلت هو معنية بالأمن الإقليمي بشكل قامل ليس من باب السيطرة بلأ يمن بلد ولكن في الوقت نفسه يعني هؤلاء يعرفون فعلا أن الأمن هش ليهم الاستقرار يعني غير مضبوط بشكل عام يعني خارجونا من ثورة أخذت وقتا طويلا هذا يؤذل حكوماتهم وليس لإيران يخاف أيضا من النشاط ربما الإيراني على الساحة وكان كما تحدثت حضرتك يعني إذا أروا أن مواطنيهم يعني هما أقرب لإيران منهم هما لديم يشككوا في أنفسهم فإلا في اليمن ليس شيئا يعني 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 يعطي لإيران يعني السلاحية أن تدخل ولا ولا في شيء ليس فيها في اليمن لا النفط ولا المال ولا السلاحية كل ما هناك في اليمن هناك فيه نوعا من السلطة الفردية التي كانت تحكم وإيران كانت تنتقد هذا وكان هناك الحصيين أدد كبير وحتى إيران منعت في مراحل كثيرة أن تتجزع اليمن لأن إيران ما أوحدت كل دولة في مكانها وموقعها إيران صعدت اليمن في كثير من الأهيان وحتى نصحت الكثيرين ورأينا أن حتى في عز الأزمة كانت هناك أتوا مسؤولين يمنين واستقبلوا إيران وكأن إيران لديه يعني ليس صراعا مع السعودية على الساحة اليمنية على الساحة اليمنية لا أولا خلاف الإيران السعودي معروف في مواقعها ولكن ليس هناك سراعا لماذا يكون السراع لأن السعودية كما نعرف في المرحلة الأخيرة كانت تريد تريد أن نوعا ما أن تسيطر على موضع القرار في اليمن وهذا ما آراد اليمنيون أنفسهم وهذا ما شاهدنا يعني تعتبرون أنفسكم يعني إيران هي تدعم اعتراض اليمنيين أنفسهم طبعا هو قسم منهم يعني هو الآن مع واحدة اليمن حتى في مرحلة التي كانت نوعا هناك الحراك التقسيم كان إيران معارضة لأي نوع من التقسيم لا في اليمن لأن مثل هذا التقسيم سوف يترك أثرها على العراق على البلدان الأخرى وهذا ليس لمسلحة البلدان الإسلامية التي يجب أن يتتوحد يعني أكثر فأكثر لنرى اليمن نعم لنرى ماذا يريد أبناء اليمن يعني عبر فقرة اقرأ كاتبا أو مقال وكاتب وضمن فقرة كاتب ومقال اخترى لكم مقالا للكاتب محي الدين جرما تحت عنوان الجرحة ودلالة الثورة كضمانات أساسية للحوار الوطني من سياق المقال الذي ينشر اليوم الذي في سحيبة الجمهورية أتحدث فيه عن طبيعة عن الأولوية الأولوية المجتمع اليمني الذي على القوة السياسية أن لا تهمل هذه الأولوية لأنه تكرس في المعطى التعاقبات السياسية للمنظور الشمولي للسياسة المتعاقبة أن يتم النظر إلى أولويات وحسابات ضيقة للقوة السياسية في حين يتم إهمال أولويات المجتمع اليمني الثورة كانت تمثل المعادلة الأساسية للضمانات الأساسية للحوار الوطني خارج إطار أي حسابات أخرى وبالتالي على القوة السياسية في هذه المرحلة وبالذكرى وأطرح هذا الكلام في الذكرى الثانية لثورة الحادي عشر من فبراير أن على القوة السياسية أن لا تتجاوز الشعب وأن لا تتجاوز أولويات الشعب في استحقاقات بمرحلة جديدة لأنه من البديهي أن الثورة هي سبب هذه التصوية السياسية فعلى المجتمع وعلى منظومة السياسية أن لا تنسى هذه المعادلة لأن القوة السياسية مجتمعة في إطار الوفاق إذا تناست وأغفلت هذا الجانب ستكون بمثابة هي النظام الفاشي والنظام الشمولي الذي أرادت الثورة أن تسقطه منذ البداية وعلى الأقوة السياسية أن تضع هذا في اعتبارها أستاذ مصايب من تونس إلى مصر إلى اليمن هناك مطالب للحوار وربما الحوار لا هناك مخاوف من الحوار من أن لا يؤدي إلى نتائج مرجوة برأيك هل الحوار ممكن في اليمن أن يفعل فعله بين أبناء اليمن يعني من الصعوبة بما كان أن نرى بأن مثل هذه الأزمات التي منفصل يعني هو هناك في خلاف نوءا من في الرؤية بالكامل هناك في الاستراتيجية النعج يعني عندما تختلف الحدف إذا كان الحدف واحدة الاختلافات ستصير ستكون محلولة جدا لأنه الطريق قد تختلف الاتكتيك قد تختلف ولكن عندما تكون الحدف مختلف وأنا أرى أصلا هناك في حدر المناسك في مصر أو في تونس أو في هاتي اليمن هناك في خلاف على أساس النظام النوئية النظام في خلاف حولها فلذلك من الصعوبة بمكان أن تصل إلى حل قريب والمشكلة الأساسية هو أدم وجود الثقة يعني إذا كانت هناك معارضة ودولة يجب أن يكون إلى مصطوى معين ثقة وهناك مطالب يعني يخفف من مطالبه وأيضا يعطي قسم من المطالب هذا شيء غير موجود ومشكلة في العالم العربي أنه عندما نختلف ولمس إلى النتيجة فورا يتحول هذا الأمر إلى سراء وسراء ومواجهة وخلق وإراق ولكنهم لا يعيشون ظروف طعبعية وهم خارجون من ثورة فيها دم وفيها اعتداءات يعني حتى كل الدول التي شهدت هذه الثورات صحيح صحيح الثورات دائما مثلا في الثورة الإيرانية لدينا تجربة كان هناك يعني كم اتخذتم وقتا كم سنة بقيتم في هذه الفوضة هناك أول شيء أتوثقة للناس أنه خلال أقل من شهرين كان أول انتقابات في إيران يجب أن يتصرع أنه نأتي وقود مثل هاكم باكستان الذي أغتيل قبل ذلك واثناشر سنة كان يعد الناس بالانتقابات ولم تحقق هذا العمل ليس مقبولا من قبل الشعوب أتطور أنه مماطلة الذين يسلون الحكم إن كانوا إسلاميين أو قوميين يماطلون في استكتباب الأمن تعتقد يعني همناك مماطلة في استقرار مبررات وغير موجهة انتقابات هذا كان هو الانتقابات يعني صرف أنك تعلن أنه هناك فيه انتقابات بعد شهر يأتي التمعنين والعمل للناس وكل ما تماطل في هذا العمل هو يتسبب على الاستقرار ولكن لا يدع على كل حال نعم في الصادر اليوم جيد فاتح أربكان يحمل على أردوغان الربيع لا يأتي إلا بعد ولايتين نيابيتين ورسائل أوباما الاستراتيجية إلى الصحف التركية ملي جزيتا فاتح أربكان يحمل على أردوغان رأى فاتح بن الزعيم الراحل نجم الدين أربكان أن أردوغان سيجلب إلى تركيا الكارثة مع مجموع دين وصل إلى 550 مليار دولار وقال إن نشر الدرع الصاروخية وصواريخ الباتريوت يهدف إلى إدخال تركيا في حروب مع جيرانها المسلمين في سوريا والعراق وإيران وأضاف كما أسسوا بالأمس قوة المطرقة للعراق ينصبون اليوم الباتريوت لدول جارة خدمة للمخططات الصهيونية حريات إحسان أغلو الربيع العربي بعد برلمانين شبه أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام المنتهية ولايته لمنظمة التعاون الإسلامي الربيع العربي بالمشروطية الثانية في تركيا عام 1908 حيث كان المهم إسقاط السلطان عبد الحميد من دون خطة لاحقة ووسط قسامات كبيرة وقال ربما يمكن الحديث عن ربيع عربي بعد مرور ولايتين من البرلمان وأشار إلى أنه لا خطر من صدام مذهبي في سوريا فالنظام كما المعارضة معه أطياف مذهبية متعددة مستبعدا تقصيم سوريا لأن ذلك سيفتح على جهنم تنتقل إلى كل دول المنطقة معتبرا أنه تحدث في سوريا أشياء مؤلمة جدا باسم الإسلام مليات فؤاد كايمن رسائل أوباما الاستراتيجية الحوار الذي أجرته صحيفة مع الرئيس الأمريكي بارك أوباما حمل العديد من الرسائل منها أن تركيا لاعب عالمي وأن زعماءها عالميون وينظر إلى تركيا على أنها حليف مصري وشريك استراتيجي دعوة أوباما إلى حل سلمي للمشكلة الكردية في تركيا حملت دعما للجهود الحالية لحلها ومع أن موقف أوباما من سوريا ينسجم مع الموقف التركي بحتمية رحيل الأسد غير أن أنقرة تريد رحيله بأسرع وقت فيما موقف واشنطن ضبابي أوباما عكس موقفا آخر مهما وهو أن إيران ليست تهديدا لإسرائيل فحسب بل أيضا لتركيا والمنطقة إن قيام أوباما بزيارته الأولى الخارجية إلى إسرائيل يعكس رغبته الشديدة في تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل التي سيضغط في اتجاهها كشرط مهم للبحث في حل قضيتي سوريا وإيران هل تعتقد أستاذ مصيب أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل المهمة إلى هذا الحد بنظر أوباما لدرجة أنها شرط لحل أزمتي إيران وسوريا أو لبحث قضيتي إيران وسوريا يعني أتقد أن تركيا ما بعد أربكان لأنه هناك كان في نقطة إلى أربكان والصور مهم جدا قراءت مرحلة أربكان لم يتمكن أردوغان أن تستمر في المنحي تورطت تركيا في أزمات ترى بأن الخروج من هذه الأزمات يحتاج إلى دعم أمريكي وكما رأينا أن هناك تشجيع أمريكي بأنه هو لاعب دولي وشابه ذلك ويجب أنه نحن في إيران عندما يتحدث أمريكيون مهكذا نشكك في أنفسنا أنه الأمريكي ليس لها إلا مساحتها في المنطقة ولا ينظر إلى تركيا كصديق إلا كأدات قبل فترة سمعنا كلما دقيقا من بوتين الذي قال الأمريكيون لا يحتاجون لا يريدون أصدقاء بل يريدون أملاء هذا ما قاله وهذا وحيح كذا ينظرون فلذلك تركيا الآن في وضع دقيق جدا يعني هناك عنده أزمة هو داخل في الأزمة السورية شاءت أم أبت كيف تخرج طبعا ترك المرحلة مع إسرائيل لهم برأيهم أنهم إذا أيضا واجههم الإسرائيليون أيضا سيكون الوضع أخطر لإلهم وهنا أريد أن يعني لا عدل إذا ندخل في موضوع الأربكان لا نستطيع كثيرا يعني هذا أحد ثاني أحد أصدقاء أربكان وقال في آخر أيام أربكان سألته عن أردوغان قال أردوغان كان أنبا وتحول إلى شرابا وانتهى هذا ما قاله أحد أصدقاء أربكان عن أردوغان أيوة أخطب معك بهذا السؤال في حال تمت حل الأزمة السورية هل يمكن لإيران أن تلعب دورا مصلحا بين تركيا وسوريا لا شك بأن إيران تنظر إلى مستقبل وحدوي بين دول المنطقة الآن في خلافات كبيرة بين إيران وتركيا هولا موضوع السوري ولكن حول الموضوع السوري ولكن في حال تم العلاقة السراتيجية موجودة إيران لا ترغب ولا تريد ولا ترى أي افتراق بين هذا الدول لأنه في النهاية ستخسر الجميع وحدة هذا الدول وإيران تنظر إلى كتلة إقليمية كتشبه كتلة الأتحاد الأوروبي يعني ينظر أبعد أكثر من ذلك فلذلك من الضروري ليس من الممكن بل من الضروري أن تقوم إيران بما هو واجب لتوحيد دول المنطقة وهذا أعتقد أنه حاصل نعم الكاتب والصحفي الإيراني الأستاذ مصيب نعيمي شكرا جزيلا على حضورك وعلى المعلومات التي أفتنا بها نشكر الزملاء في فريق الإعداد والإنتاج جنان جمعاوي وغفران مصطفى وحسام صلاح ومعتز الخطيب وعلى الإخراج حسن راضي ولكم مشاهدي الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح غد اشتركوا في القناة